إذن عدنا من جديد ومستمرين معكم ومحورنا التالي والحديث عن دور الصحابة ومشاركتهم في الهجرة النبوية الشريفة تلك الأدوار التي لعبها الصحابة في الهجرة النبوية تعكس عمق التضحيات والشجاع التي أظهروها في سبيل نصرة الإسلام وحماية النبي محمد صلى الله عليه وسلم للحديث أكثر معنا الأستاذة دكتور باسم جوابري وهو عضو هيئة تدريس كلية الشريعة في الجامعة الأردنية أهلا وسهلا دكتور وكل عام وانتبأ الفخير حياكم الله وارك الله فيكم دكتور بداية لما نتحدث عن دور الصحابة وهذا الدور وأثر مشاركة الصحابة في الهجرة النبوية والذي ساعد فيما بعد على انتشار الإسلام وبداية الحياة الإسلامية نتحدث عن هذا الأثر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حقيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يهاجر أخذ بالأسباب كاملة ولم يدع للحظ شيئا أبدا أبو بكر الصديق وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة أراد أن يهاجر لأن الهجرة كانت على فترات وهاجر كثير من الصحاب قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا يستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة فأراد أبو بكر أن يهاجر فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى الكلام لا تهاجر بل ابقى قال على رسلك يا أبا بكر فقال يا رسول الله إنها الصحبة يعني فهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه إنه سيصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنا عائشة رضي الله عنها تقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في وقت الهاجرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورهم في الصباح وفي المساء أما في وقت الهاجرة ووقت الحر الشديد فلم يعتد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يزور أبا بكر الصديق فاستغرب أبو بكر الصديق عندما طرق الرسول صلى الله عليه وسلم الباب فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الأمر العظيم فعندما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت قال صلى الله عليه وسلم أخرج من في البيت لأنه أمر سري فقال يا رسول الله إنهم أهلك يعني كان موجود عائشة وأسماء إنما هم أهلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها الهجرة حان الوقت وقال الصحبة يا رسول حان الوقت قال الصحبة قال نعم فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه من الفرح تقول أمنا عائشة رضي الله عنها فلم أرى رجلا يبكي من الفرح إلا في هذه رضي الله عنهم جميعا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وكان أبو بكر عندما قال له سابقا أنه ابقى على رسلك جهز راحلتين جمالينك وكان يطعمهما طعاما جيدا حتى يكون يعني يحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم راحلة وقال له رسول الله بالثمن يعني سأدفع لك الثمن قال يا رسول الله يعني كما يقولون في مش مستهل يعني يعني طلبت صحبتي بأينا صلى الله عليه وسلم ثم هاجر معه هذا الموقف الأول لأبي بكر الصديق طبعا موقف أيضا في الغار عندما أول ما دخل الغار بدأ يتفقد الجحور أو المنافذ فيغلقها حتى أغلقها قيلة في رواية أغلقها برجلي واحد يرى أغلقها برجلي فجاءت من يعني عقرب تقرصه صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه وليه مواقف أبو بكر كثيرة ولكن حنا نختصر الموقف الثاني علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي عمره كان أقل من عشرين سنة كثير من يقولون كان شابا يفتدي بنفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له الرسول صلى الله عليه وسلم نام في فراشه وينام في فراشه والفتيان الجنود اللي يريدون قتل رسول الله معهم الصيوف ويطمئن يفدي بنفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا موقف بطولي حقيقة أن يفدي رسول الله وبيعرف أنه ماذا سيأتوا ربما يقتلوه يعني في أي لحظة ربما يقتلوه وهو ملتحف بها هذا موقف آخر لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه الموقف الثالث نحن نريد أن نختصر حقيقة دور عبد الله ابن أريقت الليثي وهو مشرك استأجره رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدلهم على الطريق لأن هناك طريق يعني الصحراء وحوالي 430 كيلو حتى لا يضيعوا في الصحراء ولا يعرف الطريق فهو مشرك استأجره ولكن أمنا عائشة تقول كان ماهرا في يعني في معرفة الطرق ومعرفة الطرق ومخارج فأخذ بهم بالساحل أول شيء الساحل جاد جد ثم إلى المدينة وأعطوه راحلتين أبو بكر صديق قالوا هذه الراحلتين نحن سنذهب إلى الغار بعد ثلاث أيام ستأتينا وأيضا يعني لفته مهم جدا ربما كثير من الإخوة لا ينتبه إليها المدينة في شمال المكة تقريبا أين ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم في غار ثور جنوب مكة جهة اليمن وليس الشمال حتى يعمي التضليل التضليل على قريش وذهب إلى هذا الغار واختبأ فيه ثلاثة أيام بعد ثلاث أيام جاءهم عبد الله بن ريقط براحلتين ثم ذهب إلى الساحل هذا الموقف الثالث الموقف الرابع حقيقة دور عامر ابن فهيرة رضي الله عنه وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم دوره هذا يرعى الغنم ويذهب خلال ثلاث أيام حول الغار قريب من الغار ويحلب الغنم ويعطي لرسول الله ولي أبي بكر الصديق هذا الدور الأول الدور الثاني كان عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويعطيهم الأخبار فكان بالغنم يعمل يعني يبعد الأثر عبد الله بن أبي بكر الصديق حتى لا يستدل تستدل قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني دكتور عودة إلى دور علي بن أبي طالب في الهجرة وكان هناك صحيح رسالة مهمة بإعادة الأمنات وجوده داخل المكة وإعادة الأمنات إلى أصحابه وإلى أهلها لا شك نعم نتحدث عن هذا الجانب وشو الهدف كان يعني قاموا أهل مكة في ذلك الوقت بإيذاء رسول صلى الله عليه وسلم بالمقابل يعني بقي علي بن أبي طالب لعادة الأمنات إلى أهلها لا شك لا شك الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كان الصادق الأمين يعني صفته قبل البعثة الصادق الأمين ولم يعني يثبت على رسول الله كذبة بل يضع الأمنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما هو معروف القريش آذت الرسول بل آذت الصحابة رضوان الله عليهم إذاء شديدا ما هو سبب الهجرة سبب الهجرة إذاء قريش لرسول الله ولصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن ينتخل إلى بلد آمن في أمنات مع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أمر عجيب حقيقة أمر عجيب والله أمانات مع الرسول صلى الله عليه وسلم يريدوا قتله صلى الله ويكذبوه ثم لا يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بتسليم الأمانات يعني لو لا تأخذني أنا ولا أنت آذونا وقتلونا صادر أماناته بالنهاية المقابل الواحد يطلع عشان يحمي نفسه يعني مش رح يفكر في هذا الجانب صحيح فعلا يعني يأتي يفكر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه هذا دليل على قمة أخلاقه فعلا وإذن الله عز وجل وصفه وإنك لا على خلق عظيم هذه قمة أخلاق يعني لو أنا ولا أي واحد عندي أمانات وقاعد بأذيني يعني بس تحلها أداني مقابل الأذية أي والله ثم كما تفضلت يعني يبقى يفكر بالأمانات مع ما فيها من مخاطر صح يعني هذه لفتة عظيمة وفعلا علي بن أبي طالب كان شجاع جدا فيها أدى هذه الرسالة فعلا أعطى الأمانات لأهلها جزاكم الله خير نطلق الدكتور دور أسماء بنت أبي بكر في الهجرة أسماء بنت أبي بكر كان دور ملفت حقيقة لها ثلاث أدوى نعم أو ثلاث مواقف يعني جميلة جدا أولا أنها لما كانت تريد أن ترسل الطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر صديق رضي الله عنه ما وجدت يعني ما تحمل فيه وفكانت تشق نطاقها نصفين لتحمل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أبي بكر صديق هذا موقف أيضا فيه ذكاء وفيه فطنة ثم هذه فتاة شابة يعني ما هي كبيرة في السن فتاة شابة تذهب أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل والذي ذهب هناك يعني جبال وعالي وظلام يعني وظلام حقيقة هذا الموقف الأول الموقف الثاني لما في الصباح جاء أبو جهل ومعه مجموعة من المشركين نعم إلى بيت أبي بكر الصديق فخرجت أسماء الباب على الباب فقالوا لها أين أباكي قالت لا أعلم قال فضربها على وجهها فسكها على وجهها ضربة شديدة قال حتى قرضي يعني سقط حلقي سقط على الأرض من شدة ضربه لها الموقف الثالث جدها أبو قحافة رضي الله عنه لأنه أسلم بعد ذلك كان مشركا وكان أعمى فجاء إلى أسماء وقال لها بمعنى الكلام يعني ابني أبو بكر تصدق بكل مال على رسول الله شو ترك لكم يعني بلومهم كيف ترككم لا ترك لنا أشياء كثيرة قال وما هو قالت فجئت إلى الكوة يعني زي طاقة وكان يضع فيها المال فوضعت بعض الحجارة ثم غطيتها بقماش ثم جئت به قلت وضع يدك هنا هاي ترك لنا أموال كثيرة فقال يعني بمعنى إذن لم يضيعكم أبو بكر فهذا موقف لأسماء رضي الله عنها موقف عظيم ثلاث مواقف لها بل مواقف كثيرة لها حقيقة ولكن هنا في هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه رسالة مهمة جدا لدور المرأة في المجتمع وقد كان لها أثر كبير جدا في ذلك الوقت بالرغم من صغر سنها كما تحدثت دكتور يعني وقلة الخبرة أحيانا ولكن هي ستقوم بحماية أباها وعائلتها والرسول وغيره مسؤولية عظيمة في عمر صغير لا شك لا شك صحيح هذا يعني أسماء كما قلتنا هي كانت صغيرة ما هي كبيرة رضي الله عنها نعم دكتور يعني لكل من الصحابة لكل منهم كان في دور عظيم وهذا الدور أسهم بشكل كبير في هذه الهجرة نجاحها بالمقابل بداية الأمة الإسلامية وإشراقها وازدهارها كيف ممكن نستخلص في النهاية اليوم في عصرنا الحالي من كل هذه الأدوار إحنا عنا دائما نقول قل لي من تصاحب أقول لك من أنت يعني اختيار الصحبة اليوم للشباب وللشابات يعرفوا مع مين مين مجاورين مين اللي حوليهم كيف ممكن هل فعلا هذا الشخص ممكن أأمن على حياتي معه هل هذا الشخص رح يستغيبني ولا رح يكون صادق وأمين معي هذه الرسالة المهمة الآن الرسالة المهمة حقيقة لشبابنا في هذا الزمن فتن العظيمة والكبيرة أولا أن نختار الصحبة الطيبة الصحبة يعني الذين يصلون الذين يرتادون المساجد يبتعد عن الصحبة السيئة ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان مصاحبا لأبي بكر الصديق وأبي بكر الصديق حقيقة من أفضل الصحبة له حتى قبل البعثة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه ولهذا لما أسري أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم و قيل لأبي بكر الصديق موقف أيضا رائع ولهذا أخذ وسام الصديق قيل له إن صاحبك يقول كذا وكذا أنه ذهب إلى بيت المغدس فماذا قال أبو بكر الصديق قال إن قال ذلك شوف أيضا كان دقيق في كلامي إن قال ذلك فهو صادق لأنه ربما يعني جين يكذبوا عليه فتنة فولهذا وصف بإيش بأبي بكر الصديق رضي الله عنه لأنه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه فهذه الصحبة أنه يثق بصاحبه ثقة كبيرة عظيمة فإذا كان لك صاحب فلابد أن تثق به إن كان صادقا طيبا يبتعد أيضا أنا يعني الشباب خصوصا عن المواقع التي فيها شبه ربما شبه عقدي مواقع للتكفيريين مواقع لداعش مواقع انتقاء دائما المصادر يعني يختار أيضا حتى المواقع المواقع إسلامية موثوقة وليس كل إنسان يتكلم عن الإسلام أو يتكلم عن ما يحدث للإسلام والمسلمين هو يوثق به فكثير من المواقع فيها شبهة تأخذ الشباب إلى الحراف أو البعد عن بالإضافة للترهيب بدل الترغيب يعني المهم دائما الرسالة تكون واضحة وصادقة وصحيحة ومعتدلة دائما يعني يعني يعرف الصاحب يعرف الموقع حتى لإنترنت لأنه صار إلا تأثير كبير جدا من هذه إذا كان يدعو إلى الاعتدال وإلى الوسطية وإلى هذا هو ديننا وهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إذا كان يدعو إلى العنف وإلى القتل وإلى الذبح وإلى كما الآن يشوه الأسلام الآن الإسلام يشوه كثيرا جدا وهذا متعمد من أعدائنا فيستغلوا بعض الشباب ليفعلوا ما لا يجوز في دين الإسلام عز وجل نشكرك دكتور باسم جوابري عضو هيئة تدريس كلية شريعة في الجامعة الأردنية على وجودك معنا اليوم على كل هذه القصص والسرد الرائع شكرا جزيلا الله يرضى عليكم مبارك فيه أنا أيضا أشكر التلفزيون الأردن على هذه الاستضافة شكرا لكم جزاكم الله خير شكرا شكرا